الخصلي قصة المعتقلين من المعتقلين من أيام الإنغاز الأولى حتى الآن هذه كلها إجراءات تمت بناء على يعني روشيتها جاءت من الخارج يعني كل المعتقلين الآن حتى ما أسأل التوجيه التهمة للرئيس البشير في موضوع القروش هذه كلها تهمة مدبرة يتحمل مسؤوليتها العسكريين هم الذين اعتقلوا كثير من هؤلاء المعتقلين الآخرين الذين أكثر من سنة مساء الدكتور رحمد علي الجزولي ولا البروف قندور ولا الدكتور عبد الرحيم عمر محيد الدين كلما يعتقلوا من الأجهزة العسكرية وهذه حيلة هذه الأمور حيلة إلى النياب هذه مماطلة وهذا هدف سياسي واضح وهذا المطلوب الخارجي تنفس فيه هذه الأجهزة أنا لا أرى مبرر لذلك لأن كل الإجراءات القانونية السليمة وصحيحة القانون مع إطلاق صراحة ولا إلا المعتقلين إثنين لم تتجاسر أي سلطة في البلاد على تقديمها ولا إلى محكمة عادلة ثم شوف نوع النفاق السياسي الموجود في السودان إن تقايد الجيش خرج في بيان رسمي واتهم أحزاب القحط واعتقل قياداته واتهم اتهامات كبيرة جدا وأعلن عن اعتقاله في لمح البصر جاءت تعليمات من الخارج أطلق صراحة يعني تسيس للعدالة نفاق سياسي كامل ممارسة للظل بأبشع بأبشع صوره هم يتحملون هذه المسؤولية وأنا أعتقد أن هذا نوع من الخوف والارتعاد والارتعاب من هؤلاء هؤلاء يحملون فكرة يحملون تجربة سياسية كبيرة لديهم قواعد وسط المجتمع يستطيعون تأثير على المجتمع كل المعتقلين لكن هذا الظلم لن يدوم ويتحمل هما لهذا الظلم يعني أنا لما أشوف الأسر وأطفال هؤلاء المعتقلين ما الذي يمكن أن يقال وكيف تتسنى لهم نفوسهم أن يشاهدوا هذا المنظر كل مرة دون أن يتجاسروا على مجرد عقد محاكمة حتى يتبين هل الذي أعتقل مزنب أم لا يعني أنا اللي أتحدث عنك اتهموني في انقلاب بتاع هاشم عبد المطلب وعتقلت يعني قضية ملفقة قضية ما عندها أي معنى يعني ورش مدني ما صلت بالانقلابات الأسكرية ظلوا متهمين من ذلك الوقت معي ومنهم الأخ رحمد صالح اللوزي أطلق صراحة قبل يوم بأمر المحكمة يعني من ذلك الوقت من يعني يوليو 2019 بدون أي تهمة وفي النهاية المحكمة تجد تطلق صراحة بدون وجود أي دليل ولا تعويضات ولا أي شيء يعني ذلك عن التعويضات إنه هي تهمة نفسها تهمة التي قدمت تهمة غير موجودة تهمة باطلة الانقلاب نفسه أصحابه نفسهم أعلنوا إنه ما في انقلاب أصحابه نفسه يعني هاشم عبد المطلب ذكر إنهما يعني كانت مجرد فكرة عنده وغير رأيه فكيف تعتقل الناس ثم تأتي في عشرين عشرين تعتقل الناس بروفغاندور وغيرهم بإنه داني يقوضوا النظام الدستوري النظام الدستوري قوضته قحة إنت أبعدتها من السلطة فكيف تطلق صراحة وخيادات عناية اللي تحدثوا كلهم شتيمة في الجيش تخوين للجيش موالينا الأجنبي حتى في حرب الفشقة وفي مع أسيوبيا وأعلنوا هذه المواقف في وفد منهم من قوى الحرية والتغيير من الأحزاب اليسارية ذهب إلى أبي أحمد بعد الانتخابات هنو أبي الفوس في الانتخابات وتحدث بسوء عن الجيش السوداء الكل بعلوادي عنده العسكريين لكن هؤلاء عندهم ملائكة والمعتقلين عندهم هم شياطين